30% زيادة في إنتاج مادة الثوم هذه السنة بحجم إنتاج فاق مليون وأربعمائة ألف طن وارتفاع بـ 24% من المزاحات المزروعة مقارنة بسنة الفارضة الأمر الذي دفع بالوزارة والناشطين في الميدان لفتح المجال للتصدير وبلوج الأسواق الأجنبية الماضي القريب يعني في الفين وتساطات كانت بلد مستورد لأكثر من 30 ألف طن من ثوم واليوم الحمد لله رانا عندنا يعني منتوج هائل ليسمحنا باش نكونوا عندنا اكتفاء ذاتي وأيضا رانا نحاولو باش نصدروا كميات أيضا معتبرة إلى حد اليوم هو يقدر بأكثر من مليون وربعمائة ألف قنطار وهذا المنتوج يعني هو أكثر من المنتوج تاع الموسم الزراعي الفارض بأكثر من ربعمائة ألف قنطار ذات المسؤول أكد أن لا كساد لمنتوج الثومة والوزارة ستلتزم بشراء فائد الإنتاج أو الكميات المعدة للتخزين دون تأخير هو ما فيش كساد لأن المنتوج روى يسوق بصفة عادية والمنتوج والفائد إن شاء الله رح نمتصه كميات هائلة منه لتخزينه وأيضا فيه تكون كميات لرحها تصدر الوفرة في المنتوج وتوسيع المساحات المزروعة حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير اشتركوا في القناة